السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا و السلام بكم بكم من قناة يوتيوك لا تنسى اشتركوا وفعلناي الجرس اليوم بإذن الله تعبير عن مشاعر الانسانية المشاعر الانسانية جزءا لا يتجزأ من كيان الانسان المشاعر الانسانية جزءا لا يتجزأ من كيان الانسان والتحدث هو البوحمن عن هذه المشاعر له اهمية كبيرة في الحصول على النفس سوية العرض التعبير عن المشاعر هي قدرة الفرض على التعبير عن حالته النفسية ويجد هناك عدد من المشاعر الانسانية منها سعيد او حزين او خائف او عصبي او قلط او مرتعب وغيرها فالمشاعر لا حصرة لا تختلف باختلاف الموقف وتفاعل الانسان معها التحدث عن المشاعر يجعلك تشرب القرب من الاشخاص الذين يهتمون لك ويمكن ان يساعدك على الشعور بالتحسن عندما يتكون حزينا او خائفا كما يساعدك التعبير عن المشاعر في كلمات على ضبط النفس عندما تشرب الجنون او الانزعاج كذلك تساعد الشخص على فهم ذاتيه ومشاعره وتساعد على تنظيم الانفعالات في المواقف المناسبة فالمشاعر تلعب دورا محواريا في حياتنا ولن يكون لأي مننا القدرة على التعامل والتحكم بمشاعره ان لم يكن لديه القدرة على ادراكها وفهمها لما يجعلنا بالضرورة قادرين على فهم انفسنا واتخاذ القرارات التي تلائمنا وخلصت الخول التعبير عن مشاعر هي مهارة يجب على كل مننا السعي نحو تطويرها فمن يمتلك هذه المهارة سيكون لديه ذكاء اجتماعي يمكنه من تحقيق النجاح في مختلف علاقاته تقلمنا عن المشاعر الانسانية لمحة وسيطة عن المشاعر الانسانية في العرض تعريف المشاعر او تعريف التعبير عن المشاعر وكمان امثلة امثلة للمشاعر الانسانية اهمية التحدث عن المشاعر الانسانية اهميتها معميتها وهناك دي كده امثلة وده تعريف شكرا جزيلا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته